السلام عليكم ورحمة الله لا نزال نتحدث عن عمليات الفصل كمقدمة للعمليات نشرح عدد من عمليات الفصل المختلفة وطريقة تمثيلها بواسطة الرسومات الهندسية المعروفة في تخصص الهندسة الكيميائية نتكلم عن عمليات الفصل بواسطة created or added phase نغذ مثال في هذه الحالة يكون لدينا الفيد عبارة عن liquid طمت إضافته إلى هذا النظام الشكل الذي أمامنا هذا العمود هي من أعمدة التقطير أو التبخير المختلفة طالما هو سائل أضيف إلى من الأعلى نتوقع بأنه له heavy density هيتجه إلى الأسفل نجد بأنه عملية إعادة recycling يصاحبها heating فهيختلط الداخل من الأعلى مع إعادة التدوير فبالتالي سيكون لدينا energy separating agent بزيادة حرارة هذا الخليط وبالتالي نتحصل على الوسط الجديد وهو الفيبر وبذلك تحدث عملية الفصل من أمثلة هذه التطبيقات عملية استخلاص الآمين من الصناعات المختلفة أيضا لدينا liquid-liquid extraction من الأمثل المهمة جدا يدخل السائل من الأسفل بينما المSA اللي هو solvent وبيكون ذو densities تختلف بصورة كبيرة من الفيد بتحدث في المنتصف عملية الماس ترانسفير ونتحصل على الرافينيت والإكسترات كما ملاحظ الفيد هو عبارة عن liquid والمس اي أيضا liquid والنواتج في كل الحالتين هي عبارة عن liquids لا يوجد phase تم خلقه هنا ولكن عملية الاكستراتشن أو عملية separating agent تمت بواسطة المس اي لدينا الدراين ودي من الأمثلة الشائعة جدا الفيد بالنسبة لنا هو عبارة عن مادة صليبة تحتوي على رطوبة تتعرض لعملية heating فنتحصل على ال separating agent يمكن أن يكون heat or hot surface تحدث عملية تحمل العملية الدراين من الأمثلة أيضا ال evaporation بنجد بإنه لدينا column يضاف liquid تحدث عملية هذا الشكل يدل على وجود إضافة حرارة إلى النظام فنتحصل على ال vapor وال liquid فهي ESA عملية البلورة أيضا يدخل لدينا liquid وهنا لا يوجد حرارة مضافة وإنما مسحوبة فهي عملية cooling عملية تبريد تحصلنا على ال solid في الأسفل فال separating agent هو ESA والوسط الذي تم خلقه هو عبارة عن solid materials لدينا leaching يضاف الصل ويضاف معه ال separating agent نتحصل على solid material ونستخلص من هنا بواسطة MSA المادة المراد فصلها من النظام كل هذه أمثلة لعمليات فصل مختلفة بواسطة أيضا ESA Energy Separating Agent أو Mass Separating Agent